لا تختلف الذكرى السادسة عشر لاحتلال الأمريكي هذا العام عنها في السنوات السابقة إذ تتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويتصاعد النفوذ الإيراني فيما يستمر الصراع المحموم بين شركاء العملية السياسية التي جاء بها المحتل عداد الضحايا يستمر بالارتفاع على مختلف الصعد ففي بلاد مثل العراق لا يعني مصطلح الضحايا فقط القتلى أو المصابين من أعمال العنف والتفجيرات وممارسات الميليشيات بل إن أرقام الأمية وتفشي المخدرات والفقر والبطالة والجريمة المنظمة وأخيرا السيول والفيضانات ما زالت تتصاعد واستشلل شبه تام في القطاعين الصناعي والزراعي وفشل معلن في قطاعة الصحة والتعليم والخدمات كما يبرز الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان نتيجة الأسلحة الفتاكة التي استخدمتها القوات الأمريكية ويضاف هؤلاء إلى سلسلة طويلة من ضحايا الاحتلال وأذنابه إذ تؤكد إحصائيات عديدة أنها وصلت إلى نحو مليونين وأربعمائة ألف أما على مستوى الإصابات فإن وزارة التخطيط كانت قد أكدت وجود مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف معاقن مسجل لديها أغلبهم من الشبان ونحو خمسة ملايين مهاجر موزعين على أسقاع الأرض ونحو مليونين نازح داخل البلاد وبينما تؤكد التقديرات الصادرة عند الأمم المتحدة تجاوز عدد الأيتام الخمسة ملايين تؤكد أرقام صادرة عن لجنة المرأة البرلمانية ارتفاع عدد الأرامل إلى أكثر من مليوني أرملة تعاني أغلبهن من العوز المادي وقلة الاهتمام الحكومي ومن جانبها تكابت القوات الاحتلال الأمريكي وحلفاؤها خسائر فادحة تمثلت بمقتل خمسة آلاف جندي وإصابة نحو ثلاثين ألف آخرين وفق الإحصائيات المعلنة إضافة إلى خسائر كبيرة في الأموال والمعدات على يد المقاومة العراقية بينما تؤكد دراسة أجراها مع حدواتسون الأمريكي أن تكلفة الحرب الأمريكية في العراق أكثر من سبعة تريليونات وستمائة مليار دولار تمزق وتشرظم وتدخل خارجي وانهيار لمؤسسات الدولة كلها عنوين لنكبة بلد منذ ستة عشر عاما سنوات عجاف تكشفت خلالها ملامح المؤامرة الشيطانية وأسبابها وأبعادها واللاعبين فيها الذين وظفوا كل الوسائل والذراع للغزو بينما ظل السبب الحقيقي شاخصا بتدمير أقوى دولة عربية خدمة للكيان الصيهوني ولتفرض إيران هيمنتها على المنطقة إضافة إلى أحلام السيطرة على ثروات العراق الهائلة أو تبديدها على الأقل في لعبة قذرة دفع الشعب العراقي فيها ولا يزال ثمنا باهضا